رحل أحمد وبعد الصداة تأتي الهتفات باكية إن كنت تبحث عن هدف عراقي يحمل لقب الأسطورة فالأسطورة لقب صنعه أحمد رحل أحمد لكن لم يمحى التاريخ من سجل الانتصارات الحافلة ستة وخمسون عاما ينهي أوجل حياة كورونا بأنفاس كانت تركض في أرض الملعب رحل أحمد راضي فجر الأحد الحادي والعشرين من حزيران 2020 لكنه فجر مشوب بالوجع حين يخسر العراق نجما عالميا وما أكثر الخسارات أحمد راضي الذي حفر اسمه في العصر الذهبي للكرة العراقية بزغ فجره في سن مبكرة مع نادي الزوراء اعتزل راضي مسيرة الكرة بعد إنجازات حافلة توج خلالها بألقاب وجوائز كثيرة وفي عام 2008 دخل راضي مجال السياسة وأصبح عضوا في مجلس النواب العراقي وعضوا في لجنة الشباب والرياضة في المجلس تاريخ راضي حمل الكثير من قصص التمييز ومنها أنه جاء بالدور العراقي منتصرا خمس مرات وكأس العراق سبع مرات وبطولة أم المعارك مرة واحدة عام 1991 ودور أبطال العرب ثلاث مرات وواصيف أبطال آسيا عام 88 وتأهل لكأس العالم عام 86 والأولمبياد أيضا عامي 84 و88 أما كورونا فكان القاتل الغدار الذي ضيق الخناق على روح أحمد رغم أنك حملت روحك صبرا على حزن العراق من الظلم والقتل والجوع إلا أنك استسلمت أمام كورونا هذا الفيروس الذي كشف من جديد ضياع العراق حتى في أبسط ما يحتاج من صحة ورعاية لكل مواطنة ومواطن فيه تتعدد الإنجازات وتبقى المسيرة رهن آمال وريث لأحمد فالعراقيون لم يمت منهم من يحمل راية الإبداع هذه رسائل عبر منصات التواصل الاجتماعي إذن الوعد لك راضي باستمرار الأمل ولو أن الكرة الآن ليست في ملعب العراق إلا أن اللاعب والأرض ما زال يتنفسان الطموحة بغد أجمل